نسيب صلاح وليفر بول وأرني سلوت ونروح لنجم مصر عمر مرموش المتعلق بشدة في البوندزليجة هيدنهايم الألماني الرجل بيسجل جنين مبارح وباد لك مضيع التالت والربع كان ممكن عمر يجيب هاتريك مبارح مرتاح ويتساوى مع هاري كيل عمر مرموش في عز هذا التقلق المرعب اللي بيعمله في الملعب مرتبط طول الوقت بحديث عن الأنباية الأخرى يعني هل عمر مرموش ده ممكن يروح برشلونة؟ هل ممكن يروح ليفر بول؟ كلام بيتقال عن منشستر يونيتد وكل الكلام ده جماعة كلام هيفضل يتقال طول الوقت هنا عندنا حاجتين هل عمر يناسب أني نادي أكتر فنيا؟ وإيه موقف النادي الحالي دلوقتي منه؟ وفي نفس الوقت هو بجد عمر مرتبط ببرشلونة ولا لا؟ اللي بيعمله عمر مرموش على فكرة أرجوكم ما تحصروش عمر مرموش في قصة أنه لعيب تحولاته وسريع بس لأنه بقى عنده وعي تكتيكي كبير جدا عارف إمتى أهرب على الطرف فاجي من الشمال أخش أتحول لمهاجم تاني أو أشتغل كإني وينجر نحية الشمال بأخذ الكرة وأدريبل وعدي أو إمتى بتحول لمهاجم تاني أو لعي بلاي ميكر بتحرك بين الخطوط أستلم ولف وسواء بقى أعمل دابل باس أو وان تو مع أزميلي وأكمل أو أشوت إمتى تطور كبير في الدربات السابتة تطور كبير جدا جدا إمتى أنا أروح أخترق المساحة لما زميلي لو إيكتيكي واخد الكرة وأنا عارف إن أنا نهاردة أو فارس شايبي إمتى أروح أخترق المساحات فعمر بيتطور وده شيء كبير جدا جدا بالنسبة له وإن شاء الله تبقى خطوته الجاية أكبر تعالوا الأول نروح لمصدر توصلنا معاه من إنتراخت فرانكفورت فيما يتعلق بكمية التقارير اللي بتربط عمر مرموش بأندية مختلفة الناس قالت لنا إيه فيما يتعلق بعمر مرموش وده تصريح لسوبر ليج بصوا الكلام كان مقلة ودل عمر لاعب مهم بالنسبة لنا بالتأكيد نحن سعداء وجوده في إنتراخت فرانكفورت لن نعلق على أي شائعات حول انتقاله عمر مستمر معنا ده الكلام اللي تقلنا بالزبط هو أكيد مستمر فخلينا نفترض كده حاجة أن غالبا 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 عمر مش ماشي في يناير هم متمسكين بعمر لأقصى وقت وماعتقدش أن عمر نفسه ممكن ياخد خطوة يناير دي لأنه بتحتاج تأقلم كبير جدا وادابتاشن مرعب أن انت تروح فرقة جديدة وتتأقلم معاها ده كان الكلام من الناس المتعلقة بفرانكفورت عمر مكمل معانا عمر مستمر سعداء جدا بوجوده ده بكل تأكيد ده لطبيعي لعمر مرموش هنا في خبر طلع متعلق بارتباط اسم عمر مرموش بشدة ببرشلونة الأسباني وفي الطرح ده تحديدا أنا شاري وشاري جدا 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 تعالوا وريكم الخبر ده صحيفة سبورت الأسبانية عن عمر مرموش إدارة نادي برشلونة بدأت في جس النبض واتخاذ أولى الخطوات من أجل التعاقد مع عمر مرموش من فرانكفورت الألماني هناك رغبة لدى إدارة نادي برشلونة في إحداث ضجة بإبرام صفقة تصير اهتمام الجماهير خاصة في مركز المهاجم ليكون بديل للهداف روبرت ليبندفسكي الذي سابلغ 37 عام في الموسم المقبل ضم عمر مرموش هو تفكير من خوان لافورتا رئيس نادي برشلونة الذي يستعد الانتخابات الرئاسة الجديدة والتي ستقام في 2026 في نفس الوقت ده جريدة دنماركية قالت أن السكوترز أو الناس بتوع فريق الكشافة بتاعت برشلونة سافروا حضروا مباراة فرانكفورت ومتلند الدنماركي عشان يتابع عمر مرموش من الملعب الخبرين ده الجمعة بعض الخبر الأول اللي هو الجريدة الدنماركية أن الناس بتاعت برشلونة كانت حضرة تتفرج على عمر مرموش في الملعب وبعدين جي الخبر بتاع سبورت الأسبانية فمعنى كده أن الناس برشلونة جدين طب هل عمر مناسب لبرشلونة؟ أنا كإسلام بوجهة نظر المتواضع مناسب وجدا جدا جدا وزي ما بيقوله ده يعني perfect match حاجة يعني when and situation اللي اتنين كسبانين مليون في المية عمر يستفيد من التواجد في نادي كبير زي برشلونة عنده فرص لعب كبيرة جدا وتواهج لو هو رايح بديل لليفندفسكي هو مش رايح للقديل خطة وطريقة لعبة برشلونة تسمح بوجود عمر مرموش عمر رايح وهو الاسم اللي موجود في الخمس فرق أو خمس الأسماء الكبرى المساهمة في الدوري حتى الآن لو حصل يعني ليفندفسكي ماشي معاه أو كل حاجة رافينيا اللي بيلعب جناح نحية الشمال ويتحول إلى مهاجم تاني ويسيب الطرف البلدي طول الوقت بيتحول إلى مهاجم تاني طريقة لعب هانزفليك بتسمح في ال4-2-3-1 بوجود لعيب هنا زي داني أولمو أو كسادو بيتحول لمهاجم تاني ويحرك الفرقة من العمق وفي نفس الوقت كمان لو راح لعب جناح شمال كلاسيكي مكان رافينيا يتحول يبقى مهاجم تاني ولو لعب 4-4-1-1 يلعب هو تحت ليفندفسكي ده شكل مقارنة للخرايط الحرارية أماكن التمركزات بتاعه رافينيا لعب برشلونة عمر مرموش لعب منتخب مصر وفرانكفورت الألماني بص الخريطة يا جماعة شبه بعض جدا جدا التحركات بتاعت رافينيا هنا بعرض الملعب كلها من اليميل للشمال للتمنتاشر لبر على اليمين خريطة عمر مرموش الشمال موجودة جوة التمنتاشر وحالين التمنتاشر أكتر نحية اليمين أوكي نحية الشمال أوكي برى التمنتاشر جوة التمنتاشر فأنت بتتكلم في حاجة قريبة من بعض جدا جدا ليه قلت له حضراتكو ده؟ لأن النهاردة عمر ممكن يشغل مركز رافينيا ويتحول لمهاجم تاني أو ممكن يلعب مكان داني أولمو كسادو يلعب تحت الفيرود وممكن يلعب أصلا مكان روبرت ليفندفسكي الراجل عند 37 سنة متقلق جدا لكن في الآخر أما نادي زي برشلونة يفكر في العيب زي عمر مرموش فبيفكر فيه في المستقبل الفئة فرق العمر كبير جدا من الاتنين وعمر يلعب مهاجم يلعب تحت الفيرود كأنه 9.5 ويلعب جناح شمال